وسع الواسع كل شيء ولم يتجاوز حدود المكان فقط بل تجاوز حدود الزمان فهو الأول وهو الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وهو الحي الذي يقوم على العناية بهذا الكون في كل لحظة ولا يحتاج إلى وزراء ولا أعوان ولا أجهزة ساندة وهو الوارث لكل شيء وهو الباقي بعد فناء كل شيء هذه الأسماء الحسنة الجميلة ماذا نتعلم منها أولا نستشعر اليقين والإطمئنان بوجود الله عز وجل سبحانه معنا في كل وقت وفي كل موقف عادة إذا الإنسان عرف أن هناك حارس يقف أمام باب منزلة يطمئن فما بالك برب الكون قائم على شؤونك وشؤونك دوما وفي كل وقت وفي كل وقت كان من دعاء جعفر الصادق رحمه الله تعالى اللهم اللهم حرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بركنك الذي لا يرام تخيلوا تخيل أنك ترفع قضية مثلا لاسترداد حق من حقوقك ترفعها للمحكمة ويتابعها قاضي وانت مع هذا القاضي تزود بالأدلة وهذا القاضي بعينه يدرس الأدلة ويستمع للشهود ويستمع لشكواك ويحيط بكل تفاصيل القضية ثم قبل الحكم يستقيل هذا القاضي قبل البد في القضية ويحيلها لقاضي آخر كيف سيكون شعورك كيف سيكون خيبة أملك الله سبحانه وتعالى يشهد كل ما يحدث لك ويعرف الظاهر والباطن بدون ما تقدم الأدلة وهو سبحانه يبقى ويرث الأرض ويحكم بيننا بعد ذلك في كل ما جرى وهو سبحانه لديه القصة الكاملة ليس فقط الظاهرة وإنما أيضا الباطنة طمئن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر